أخوتي أخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم في هذه الحلقة سنتحدث عن مشروع تلقاته البوستي إيطالياني البريد الإيطالي خاص للمواطنين هنا في إيطاليا هذا المشروع هو سبورتالو ديجيتالي يعني كل شيء ديجيتال هذا سبورتالو ره مهم جدا لازم تعرفه لأنه بغيت تبدل باسبورت ديالك بغيت تبدل لكارد ناسيونال ديالك الكوديشي فسكالي وأشياء كثيرة ما هنا أصبح بالسهل مبقيتش تمشي حتى للكوموني مبقاش الإنسان يمشي وياخد صفوف الكويستورة ولا في أماكن أخرى كل شيء هاتشي أصبح في البريد في مكاتب البريد هنا في هذه الحلقة سنحط لكم كل هذه المعلومات لأنه كما تشوفوا كيف اللي وقع في تورينو وميلانو وكذلك في روما والطوابير الكبيرة ديال الناس اللي بغوا يقدموا الجواز الصفر الإيطالي يعني من أجل تجديد أو من أجل جواز جديد الناس كثيرة تبقوا من ثلاثة صباح ومشادين صف باش يحصلوا على هذاك الراونديفو لأنه بحكم أولاين ما كيش الراونديفو ولكن في خبر يعني كان طرف ديال المينستارو ديال انتانو علنوا بأنهم زادوا مدوا التوقيت ديال تقديم طالبات جوازات الصفر أو التبديل ديال جوازات الصفر الإيطالية هنا في الكويستورة بجداء من الساعة الثامنة إلى السابعة ليلا وبالرغم من هذا لا يكفي وهنا ناضج جمعية السياحة المنظمة اللي تتقوم بهذاك الفياتجي توريستيكي أورغانيزادي عندهم خسارة يعني خسارة كبيرة أنه تم إلغاء 80 ألف رحلة بسبب هذا التعطيل ديالجوازات الصفر وكذلك عندهم واحد تقديري ديال الخسارة ديال 150 مليون ديالأورو علش؟ لأن الناس اللي كانوا حاجزين مسبق كحاج مسبق تم إلغاء لأنه بحكم أنهم حصلوا المواعيد متعطلة يعني كي اللي عندهم مواعيد حتى شهر ستاة وكلتا شهر سبعة دابا أراه ممكن تمشي تأخذ المواعيد في وقت واجيز ماشي واجيز جدا ولكن واجيز يعني تتكلموا في ظرف ثلاثة أيام ربعة خمسة علش لأنه الكويستورات تم تمديد التوقيت وزادوا الموظفين وبدأوا خدامين من 8 صبح إلى السبعة ديالعشية بدون توقف حاجة أخرى اللي بغينا نتكلم عليها وهي مهمة في هذا الموضوع أنه مكاتب الباريد أو الباريد الإيطالي من بعد ما قدموا واحد المشروع أمس أمام ريسين داشي كلهم في المشروع اللي قدموا في روما أمام رئيس الدولة الإيطالية مطاريلا وأمام رئيسة الوزارة جورجا ميلوني تم تقديم هذا المشروع وهذا رأي مشروع مهم ولكن لحد الساعة غادي يبدأ غير لهذه الجهة فقط ومن بعد غادي تم التعميم ديالو على إيطاليا ماذا في هذا المشروع؟ هذا المشروع غادي في أي مكتب باريد غادي يحطه واحد سبورتال لواحد المكتب هو مكتب ولكن ديجيطال يعني بحال واحد البانكومات بحال هذو كل تتلقاه في المحطات ديال القطار تتمشي تتاخذ نتات تذكيرات ديال القطار بنفسك لا هنا في الباريد تتمشي تممايا بشرط خاص يتوفر عندك دائما سبيد تتمشي تمما تقدر تدفع الطالب ديال الباسبور وتقدر تدفع الطالب ديال كارتا إذن تتاق بلا متشي الكوموني تقدر تأخذ الدوبليكادو ديال الكودشي فسكالي أو إلا انتهت هذه الصلاحية يعني تتاقم بالتجديد من غير ما تبشي لازل كذلك إلا بغايت دير واحد لوطو ديكراسيوني ديالزماريمنتو ولا إلا بغايت تطلب البلانيمترية اللي عنده ديار اللي عنده شي منزيل ولا شي دار وبغايت تطلب البلانيمترية ديال الكاتاستالي كذلك ممكن تطلب حتى الدوبليكادو ديال الباتانتي ديال بيرمي الناس اللي ما غاديش يمشي توضر ليه البيرمي واللوق عليه أي هذا عنده الحق يطلب الدوبليكادو يعني هنا تطلب تيرتيفكادو ريزيدان سالس طادودي فاميليا يعني أشياء كثيرة من خلال هاد السبورتالو الباسيد غادي يحطوا حداه واحد الموظف اللي غادي يوري للناس كيفاش يديرو باش تعلم بنفسك اليوم غادي يوريك غادي يوريك نهار التالت غادي توليد تعمل بنفسك الناس اللي ما تعرفوش يدخلو الانترنت ولا يديرو هاد شي كل مرة خص يدخلو لموقع هنا جمعوا كل شي المواقع في موقع واحد في هاد السبورتالو ديجيطالي ولكن هاد السبورتالو ديجيطالي فين غادي يكون؟ الشرط الأول هو في كل المدن اللي عندهم نسمة أقل من 15 الف نسمة أي مدينة عندها السكان ديجيطالي أقل من 15 الف نسمة سير لأي مكتب بريد رغض القاهة سبورتالو في الأيام القادمة لأنه تم الموافق عليه ولكن حاليا يعني كتجريبي غادي يبدو في البروفينشا ديال فيرونا البروفينشا ديال فيرونا كل كومونيات كينا 84 كوموني اللي عندهم أقل من 15 الف نسمة هاده غادي يبدو فيهم التجريب ديال هاد الخدمة ومن بعد غادي تم التعميم ديالها على كل إيطاليا لأن هذه واحدة تجريبة اللي مهمة من أجل تقريب الإدارة من المواطنين وكذلك من أجل إتاحة تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة وهذه بالصح أنا حاجة يعني عجبتني ولو أنها تم التطبيق ديالها غير في فيرونا ولكن هذه غير بداية على أساس سوف يتم التعميم ديالها في إيطاليا جميعا لماذا؟ لأنك إن الناس كثار ما تعرفوش يدخل الانترنت ولا يأخذ الكمبيوتر ولا يمشي لأن هذه خدمة مهمة ما تحتاش يبقوا يستغلوك بعض الإخوان وبعض الشركات وبعض الجنسيات اللي تستغلو الناس مساكلة ما عارفينش ويأخذوهم طوابير هذا في هذه المدن إلا كنتي ريزيدانتي في أي مدينة أقل من 15 الف نسمة في البروفينشا ديال فيتاربو في عمالة سامحوني في عمالة فيرونا فهنا عندك الحق أنك تقدم في هات سبورتالو ديجيطالة أما إلا كنتي في باقي الكمونيات أخرين رأى إن شاء الله في قريب الأيام قالوا بأنهم غادي يبذب في هات البروفينشا ومن بعد غادي عمو على الجامع يعني تجربة ولو رأى ماشي تجربة سهلة رأى خاسرين على فلوس لأن المبلغ هذا 800 مليون ديال الأورو اللي تم خدوها من البيان ار اير هذا تعالي الاتحاد الأوروبي و400 مليون أعطيها لابوسطة إذن بس تعرفوا بأن رأى ميلوني دائما ناوي على البيان ار اير بس تأخذ هاتك الفلوس وراح حاليا غادي تم التعميم دياله على كل إيطاليا إن شاء الله بإذن الله واللي بغى أي معلومة أو أي شيء رأى إن شاء الله غادي نحطيكم حلقات مهمة في هات الأيام خاصة بقوانين حاليا قوانين بعقود الموسمية لأنه في كين هناك جديد وكذلك بخصوص الناس ديال الريدي توشي تادي نانسا نفس الشيء لا تنسوا بالضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس وبرتاجي الفيديو مع الإخوان والأخوات لكي تعمل الفائدة لجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى